مجموعة من الشباب الكويتيين آثروا السفر في عطلة صيف ليشتركوا في برنامج تدريبي صيفي على التسامح وعدم التطرف راعته منظمة من المجتمع المدني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة البرنامج الذي يمتد لشهر كامل تلقى فيه المتدربون دورات مكثفة عن التسامح مع الآخر على اختلاف جنسيته ولونه وعقيدته فضلا عن زيارات ميدانية لدور العبادة لمختلف الأديان من خلال هذه الزيارة يقدرون يتعرفون على الثقافات المختلفة الموجودة بالكويت يقدرون يتعرفون على الديانات المختلفة الموجودة بالكويت اللي يتمهد لنا الطريج للتسامح مع الأديان المختلفة الثقافات المختلفة الجنسيات المختلفة وكذلك إلى تقبل اختلاف والتنوع الثقافي رح نقول لهم في العكس أنهم قبلوا التنوع قبلوا الآخر في حال إذا الشخص قبل التنوع قبل الآخر نظر أنه متساوي نظر للمختلف بشكل إيجابي بالتأكيد ما رح يتطرف وعبر محاكاة أدوار شخصيات مختلفة من ثقافات ودول متعددة يسعى مدربون شبان متطوعون إلى جعل الشباب يتقبلون الآخر ويتفهمون وجهة نظره ولعل أبسط تمرين على ذلك أن يحاكي مراهق كويتي شخصية وافد ليشعر بإحساسه ويتفهم معاناته أحب وعيد أن أكون متسامحين للناس أحب أن أتعلم عن ثقافاتهم هذا وعيد حولهم وتسعى منظمات مدنية بدعم من الأمم المتحدة إلى توسيع حملة نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطويعها من وسائل لبث أفكار التطرف إلى منصة لنشر التسامح السوشل ميديا ممكن تكون تأثر تلباً لكن نستعملها وفي منظمتنا ونحاول ننشر توعية ثرو السوشل ميديا ويسعى المدربون المتطوعون لأن يلتحق بهم شباب آخرون من أجل المساهمة في تفقيف المراهقين حول كيفية التواصل مع الآخر وتقبل اختلافه وعدم نبذه وعمل شيء مفيد للمجتمع تقبل الآخر مهما كان دينه أو لونه أو ثقافته هذا ما تسعى بعض منظمات المجتمع المدني في الكويت أن ترسخه في سلوك أجيال المستقبل فإلى أي مدى تنجح في ذلك عماد مرزوقي الحرة الكويت